بسم الله و صلى الله على أجمل خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولا رجعنا لكم تاني كنت بقول لحضرتكم أبل الفاصل الحلال بيّن و الحرام بيّن كما قال سيدنا رسول الله و بينهما أمور مشبهات أو مشتبهات يقع فيها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات فمثله كمثلي راع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا و إن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في أرضه محارمه يبقى تبتعد عن حرومات الله جل وعلا لذلك سيدنا النبي في حجة الوداع أصل لنا تعظيم الحرومات يقول للصحابة إيه أيها الناس إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الكلام ده كان يوم إيه؟ كان يوم عرفة و عرفة في شهر ذي الحجة و ذي الحجة شهر من الأشهر الحرم و بعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم في بلدكم هذا مكة في يومكم هذا يوم عرفة في شهركم هذا شهر ذي الحجة يحرم الدماء كل الدماء يحرم الأعراض يحرم الأموال إلا بالحق لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلى آخر الآيات فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حد حدوداً يعظم فيها حرمات الله جل وعلا طيب الله يخالف الحدود و من يعص الله و رسوله و يتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها طيب الله يطع ربنا و من يطع الرسول فقد أطاع الله و من يطع الله و الرسول فأولئك مع الذين أنا أنعم الله عليهم منهم من لربنا أنعم عليهم من ألف الصلاصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً إنت عايز تبقى معاً لطاعوا ربنا و دخلوا الجنة و التي تبقى معاً لانتهكوا حرومات الله و دخلوا النار لابد أن تعظم حرومات الله جل وعلا ده حرام لا تقترب منه و لا تقربوا الزنا أنه كان فاحشة و مقتاً و ساء سبيلا و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالاً من الله اتقوا الله و كونوا مع الصادقين لا تكذب يبقى أنت عندك خيارين ربنا أقول لك في القرآن و هديناه النجدين هتعظم حرومات الله هتدخل الجنة هتنتهق حرومات الله هتبقى في النار و في الدرك الأسفل من النار و بئس القرار مع المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار و لن تجد لهم نصير إلا الذين تابوا و أصلحوا إلى أخر الآية طيب إيه الأشياء اللي ربنا سبحانه و تعالى عظمها و النبي صلى الله عليه و سلم نهن عنها النفس قتل النفس لإن القتل من الكبائر و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما و أنا عايز وعي أولدنا و بنتنا طلب اللي في السنوي و اللي في الجمعة بنسمع دلوقتي عن بنت يعني أخذت حبيت غلة و انتحرت و ماتت بنسمع عن ولد رمى نفسه في النيل بنسمع عن ولد دهس نفسه تحت قطار أو تحت السيارة يا ابني لا تيأس يا بنت لا تقنطي من رحمة الله الله جل وعلا لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله رؤوف بخلقه الله يعطف على عباده حتى لو ذنوبك كتير حتى لو أصرفت على نفسك في المعاصي والسيئات قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إن شاء الله الحلق الجاية هنكمل عن تعظيم حرومات الله ربنا يجعلني وإياكم من الحافظين لحدود الله اللهم أمين فأصلوا وأرجع لكتاني خليكم معانا وصلوا على الحبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر